هجمات الميليشيات العراقية ضد القواعد الأمريكية طرحت تساؤلات حول التغيير الذي طرأ بشأن استراتيجية إيران في العراق وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مسؤولين في ميليشيات موالية لإيران أكدت أن تصاعد الهجمات يعكس فقدان إيران سيطرتها على عدد من الميليشيات في حين كان لافتاً اعتماد الفصائل نهج هجمات مزدوجة من الصواريخ والطائرات المسيرة في آن واحد في تكتيك جديد يقول المراقبون أنه يهدف إلى إرباك المنظومة الدفاعية الأمريكية لتسريع خروجها من العراق فما حقيقة ما يجر في العراق مؤخراً؟ بعد مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني جهتان إيرانيتان دخلتا على المشهد العراقي بعدما كان محصوراً بيد الحرس الثوري على رأسها جهاز الاستخبارات والخارجية الإيرانية في حين سربا عن زيارة لقائد فيلق القدس قآني لضبط الأمور كما جاء على لسان وسائل إعلامية موالية لإيران وبعدها أصدر قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق بياناً مشابهاً يرفض تورط ما أسمى محور المقاومة في الهجمات على السفارة الأمريكية تبعه إعلان حزب الله العراقي منع مقاتليه من مهاجمة السفارة ولكن المؤشرات التي ترسلها تهران عن سعيها لوقف التصعيد تقابلها ديناميكية أخرى وهي استخدامها لميليشيات أصغر في العراق لتمويه دورها وحماية الميليشيات الأقدم والأكثر رسوخاً جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسما كتائب الانتقام للمهندس أعلنت عن إطلاقها ثلاثين صاروخاً على قاعدة عين الأسد إلا أن الاستراتيجية الإيرانية المزدوجة في العراق بموازات المفاوضات النووية في فيينا لم تثني واشنطن عن التأكيد على دور إيران المزعزع للاستقرار في العراق والإقليم بشكل عام شيلان فطيري العربية